يعد قيام الليل من السنن المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من النوافل التي ليست لها أوقات محددة ومما يدل على سنيته قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يختص قيام الليل في شهر رمضان بالعديد من الفضائل والبركات ومنها ما يأتي يعلم المسلم أن قيام الليل سبب لغفران السيئات وتجاوز الزلات وإقالة العثرات وتقبل الطاعات ويفعل ذلك اتباعا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يحرص المسلم على قيام الليل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم على قيام الليل حتى تشققت قدماه الشريفتان من طول القيام وقد سألته عائشة رضي الله عنها مستغربة من شدة حرصه على قيام الليل فقالت لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يواظب المسلم في شهر رمضان على التزود من الطاعات فيجتهد في أداء صلاة النافلة ويتحين الأوقات المباركة ليصلي فيها قيام الليل لعله يوافق ساعة الاستجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة يعد قيام الليل من الطرق التي تهيئ المسلم ليكون من أصحاب الجنة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف غرف في الجنة لمن يقوم في الليل فقال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام ينال المسلم بقيامه الليل الرحمة من الله تعالى وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكل من الزوجين إذا قام أحدهما يصلي بالليل ثم أيقظ الآخر للصلاة فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصله فإن أبا نضحت في وجهه الماء يبلغ به المسلم منزلة الشهداء والصالحين وهذا من فضل الله تعالى وكرمه على عباده ففي الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن منزلته إن هو أدى الشهادتين وصل الصلاة المكتوبة وأعطى الزكاة وصام شهر رمضان وقام ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء تنهى الصلاة المسلم عن اقتراف الفواحش والمنكرات وهي سبب في البعد عن المعاصي والآثام قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبها يمحو الله تعالى الذنوب والسيئات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين إخواني الكرام إذا وصلتم إلى نهاية الفيديو فلا تبخل علينا بوضع إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته